اهلا بحضراتكم من جديد مكملين معكم طبعا اخبارنا المحلية يمكن اول خبر عندنا ايضا له علاقة بكأس او ببطولة العالم لكرة اليد يمكن معالي رئيس الوزراء بالحقيقة بيتابع بنفسه كل استعدادات لاستضافة مصر بطولة العالم رقم 27 والتقم برحمة دكتور اشف صبحي طبعا دي صور من اللقاء وزير الشباب الرياضة عشان يتكلموا في كل التفاصيل النائية قبل افتتاح البطولة يوم الاربعاء القادم ان شاء الله معالي رئيس الوزراء اكد انه على يقين ان مصر هتنظم بطولة تبه للعالم كله في وسط التحديات اللي بتواجهها واولها طبعا تفاشي فيروس كورونا المستجد وقال انه بيتابع بنفسه طبعا كل الملفات حتى الملف الطبي ودرورة تطبيق كل اجراءات الاحترازية والوقائية وتكلم رئيس الوزراء مبارح في الاستعدادات النائية لحفل الافتتاح وشكل واستعراض واستعدادات الصلاة الاربعاء للبطولة تعرفين طبعا البطولة تبقى الاربع صلاة الاستاد القاهرة والصلاة لقم واحد صلاة برج العرب في اسكندرية صلاة العاصمة الإدارية الجديدة في المدينة الرياضية وصلاة 6 اكتوبر اللي هي طبعا صلاة الدكتور حسن مصطفى دول الاربع صلاة عليهم 8 فرق 8 مجميع كل صلاة تلاقي عليها مجمواتين وبعد اول اسبوع من البطولة برج العرب مش هيقام عليها مبارات وهيتم انتقال كل اللاعبين وكل الفرق للصلاة التلاتة التانية